فالحقيقة كمان عندنا مشاكل تانية يقولك نجيب مدرب مصري ولا أجنبي دلوقتي يقولك لا ده وقت المدرب المصري مدير الفني المصري طيب عندنا مين يقولك والله للأسف ما عندناش كتير طب احنا ما عندناش كتير ليه دي شغلة اتحاد القورة الحقيقة يعني دي شغلة اتحاد القورة انت بتطور مدربينك ازاي بتقاهل المدربين الموجودين ازاي الرخص التدريبية اللي بتطلع للمدربين اللي تحت في القطاعات الناشئين بتطلع ازاي بياخدوا ايه علشان تديلوا اللايسنس دي علشان يبقى عندك يعني عندك مدربين ما تقدرش تقول ده يصلح وده يصلح وده يصلح لما نيجي الوقت نتكلم هتتكلم على اسمين ثلاثة في مصر بتتكلم على اسمين ثلاثة بالكتير لا ده انت ممكن فوقت الوقت تتكلم على العشر اسماء وطنيين لا ده كويس لا ده افضل لا ده افضل لو انت فعلا بتشتغل على المدربين وازاي تأهل المدربين وازاي يكون عندهم بياخدوا الرخصة دي يعني بدراسة كبيرة جدا جدا والأوقات طويلة ويشتغل بيها اللي بياخد سي لازم يشتغل عشان ياخد البي واللي بياخد الاي لازم يكون يشتغل بي لازم يكون فيه نظام لتطوير المدربين بتوعنا سواء مدربين الاكاديميات او قطاعات الناشئين تدريجا لغاية مدربين المنتخبات لان هم دول هم دول الصناعية انت بتصنع انت راجل بتصنع لعيب بتصنع عندك كده عندك خامة حلوة اوي الخامة الحلوة اوي دي المدير الفني الدارس اللي عنده علم اللي عنده خبرة يطلع لك منها منتج رائع لكن واحد تاني ممكن يكون عنده الخامة دي ما يطلعش منها حاجة والأسف ده اللي موجود في مصر خامات موجودة مواهب موجودة وكلنا بيقول كده احنا فين من مواهب دي وقال للولد ما يكون عنده 18 سنة لسه صغير لا مش لسه صغير اللي عنده 18-19 سنة وما يكونش وصل لدرجة انه يلعب منتخب مصر ويكون عنده شخصية وعنده فنيات تأهلوا لكده يبقى احنا بنشتغل غلط فالحقيقة كلها حاجات كتيرة جدا مهمة جدا علشان نقدر نقول ان احنا ماشيين حتى على الطريق الصح يعني ماشيين على الطريق الصحيح بلان محطوط بكل المشاكل اللي عندنا بالحلول المقترحة والمشروع اللي بتكلم فيه ده مش مشروع اتحاد الكورة ده مشروع بلد بحاله يعني ده مشروع المفروض كل مؤسسات البلد تشتغل معها اتحاد الكورة وزارة الشباب والرياضة وزارة التعليم هيقول لك ما لكم التعليم ليه التعليم مهم جدا لما يكون عندك لعيب متعلم هيبقى قبوله للكلام والبناء الشخصية اسرع ده مهم جدا كمان بتتكلم على نواحي كثيرة جدا بتتكلم يا جماعة لازم عندنا عدد كبير محترفين يطلع بره يبقى ساهل العملية على الاندية ساهل العملية على اللاعبين مش كل واحد وكيل يسرق لعيب من واحد شايفه كويسه ويطلعه بره يعني الناس ديت برضه لازم تبقى عندها محاول رئيسية بنشتغل عليها عشان نبني قعدة نبني الكورة المصرية من اول وجديد لان احنا الحقيقة احنا عندنا للأسف قصور كبير جدا اتمنى الكلام اللي بقوله ما يعني 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 ناخده بحمل الجدية الحقيقة لان احنا انا المتوقع يعني انا متوقع ان احنا هنتكلم كتير قوي وحنعرض حاجات كتيرة جدا لكن مع الوقت هتلاقي الدنيا نامي التاني ودخلنا على الدوري ودخلنا على الكاس والدنيا دي هتتنسي وعلى غاية ما نخش تصفيات كاس عالم لا لازم نكمل كاس العالم وا 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 وان شاء الله يعني مصر لازم تكون موجودة في كاس العالم تسعة ونص تسعة منتخبات ونص هتتأهل من افريقيا انت بتقول كمان دلوقتي حلم الوصول لكاس العالم عشان ما حد يشتحك عليك يقولك حلم الوصول لكاس العالم لا للأسف ما بقاش حلم بقى دلوقتي حلم لما كان بياخدو اتنين فرقتين من كاس من افريقيا لكاس العالم ده كان يبقى حلم لكن عندك تسعة منتخبات ونص كمان هتوصل كاس العالم من افريقيا وتيجي دلوقتي تقول لي مصر حلماء الوصول لكاس العالم لا ده انت لازم تارجد بتاعك هنوصل ان شاء الله كاس العالم ده مش حلم ده لازم توصله وانك تعد الدور الاولاني وانك تكمل شوية فيه ده ده المفروض الشغل الحقيقي اللي يتعمل ما تتحجوش عن الناس ويبقى كاس العالم الحلم الكبير ولو وصلنا كاس عالم يا الحمد لله وصلنا احنا وصلنا 2018 وكان حلم الوصول لكاس العالم عملنا ايه في روسيا ثلاث مباراة هزيمة اعتقد كن المباراة الاولى مع أرجوي ولا برجوي والمباراة التانية مع مع روسيا والمباراة التانية التالتة مع السعودية اقفاء بدون يعني بدون نقاط فمش عايزين حد يضحك علينا احنا الحقيقة لازم وقفة حقيقية جدا جدا مع النفس ولازم نواجه مشاكلنا ونعترف بمشاكلنا على كميع المستويات على مستوى لتحت قطاعات النقاشيين على مستوى الدور المصري ولازم يكون فيه جماهير ولازم الجماهير تخش ولازم يكون فيه تحدي أكبر ولازم يكون عندنا لعيبة محترفة اللي بتجيبها من بره أفضل من المصريين عشان ترفع من المستوىك مش مقلم من اللي عندنا ولازم يكون دور منتظم ولازم يكون فيه يعني فيه أشكال كتيرة جدا جدا للحقيقة حتى الدور المصري لازم يكون فيه تقدم على مستوى التنظيم وعلى مستوى التنافسي في الدور المصري معلش أنا طولت على حضراتكم في النقطة دي لكن الحقيقة احنا مش هنسيب الملف ده يمكن إن شاء الله الإسبوع اللي جاي كمان عاملين إن شاء الله يمكن يوم الاتنين أو الجمعة مع حضراتكم هنقول لكم كل اللي بقوله دوت كل اللي بقوله لحضراتكم دوت إزاي تطبق في ألمانيا إزاي تطبق في أسبانيا إزاي يتطبق على مستوى بعض المنتخبات عشان نقدر نحط إيدينا لأنها ما بجيبش الكلام ده من عندي في تجارب قبل كده لمنتخبات كثيرة اشتغلت على هذه النوعية من الأزمات واشتغلت بيها لسنوات طويلة وصلت لـ 12 و 13 سنة عشان يقدروا في الآخر يوصلوا لدرجة عالية جدا جدا من الاستقرار والنظام في القروي على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه